الدار بودكاست بعد الاعتراف الأخير لجمهورية الفرنسية هذا الاعتراف الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانوير مكرون في رسالة بعت بها إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكر عيد العرش الأخير ما إذا يثير الكثير من الانفعال والاندفاع والشعور بفقدان البوصلة في الجزائر وهذا ما تعكسه وسائل إعلام العسكر التي لم تعد تلوي على شيء أحيانا تتهم مكرون بأنه خضع للمغرب وانهزم أمامه وأحيانا تلدعي أنه تعرض للمساومة وأحيانا أخرى تقلل من قيمة الرسالة التي بعت بها إلى المملكة وآخر ما أطلقته من بيلات مضللة ومنفاعلة تحريف مضامين المقابلات التي أجرها السفير الفرنسي الصابق في الجزائر مع صحيفة لوبوان الفرنسية فبينما كان الرجل صريحا عندما أعلن أن المغرب يقترب بقوة من إنهاء هذا النزاع وحل مشكلة الصحراء بطريقة نهائية لم تجد صحيفة الكابرانات غير إمكانية اللجوء إلى التحريف ودعت أن الرجل اشترح بأن مكهون خضع للمساومة المغرب نريد أن نؤكد للكابرانات أن القوة الليبلوماسية للمغرب لا يمكن إنكارها نعم تستطيع بلا دون الدفاع عن مصالحها ووحدتها الثرابية ونجحت في ذلك على مدار عقود طويلة على الرغم مما امتلكه النظام الجزائري من إمكانيات وأموال ومناورات لا حدود لها لكن المغرب لا يفعل ذلك أبدا بمنطق المساومة الذي تتقنه المخابرات الجزائرية المساومة هي التي يمارسها نظام العسكر لدى بعض الأنظمة العربية والإفريقية التي لحول لها والمتورطة إلى أبعض الحدود في أزماتها الداخلية مثل ما سبق أن حدث مع النظام التونسي الذي تعرض غير مرة إلى ابتزاز مباشر مع النظام الجزائري والتهديد بقطع المساعدات وإغلاق الحدود ماما تدفق السياح الجزائريين على البلاد الابتزاز أو المساومة الحقيقية هي التي مارسها النظام الجزائري لدى بلدان إفريقية من خلال الوعد بإلغاء الديون مقابل الحصول على مواقف مؤيدة لمشروع الانفصال المجهد لدى المغرب علاقات ثالخية راسخة مع فرنسا وتشمل هذه العلاقات أيضا مصالح اقتصادية هائلة ولا حدود لها وهي في طور النمو والتطور بشكل اطراضي ملفت للانتباه وتبادل المنافع والمصالح منطق طبيعي في إدارة العلاقات الخارجية مع الدول ولا يدخل أبدا في نتاق هذا النوع من المساومات الخاصة بحقائق البيترو دولار التي تمنحها المخابرات الجزائرية ليس لدى المغرب أي رصيد من البيترو دولار يخصصه لهذا الرئيس أو ذاك المسؤول من أجل انتزاع تصريح أو مجاملة دبلوماسية وعلى الصحافة الجزائرية الكابرانية أن تقدم أذلثها على مدعث وأن تكون مستعدة أيضا لتقديم الحساب أمام المسؤولين الفرنسيين الذين يتساءلون اليوم كيف يمكن أن تتحول قرارة بلادهم الدبلوماسية إلى مجرد إملاءات خاضعة للإبتزاز والمساومة الخارجية لقد كان على صحيفة الكابرانية تنتبه إلى أهم جملة قالها السفير الفرنسي الصابق في جزائر كزافي في مقابلة مع صحيفة لوبوان لقد قال الرجل حرفيا إنها حقيقة المغرب يقترب أكثر فأكثر من الحل النهائي لهذا النزاع حول الصحراء لقد تجاهلت صحيفة العسكر تماما هذا التصريح وتشبتت بالتلفيق والتضليل لأنها لا تستطيع أبدا أن تكشف هذا التأكيد الجلي بأن الجزائر لم تربح شيئا من معلقة معادة الوحدة الترابية للمغرب لم تكسب منها غير الإهانة والفشل والمزيد من العزلة والانفصال عن العالم الخارجي لقد كان على هذا الإعلام أن يشهد قليلا في تحليل أسباب الهزيمة الدبلوماسية الكاسحة التي يتعرض إليها نظام الكابرنات في مختلف ساحات القرية والعربية والدولية فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب لو قامت هذه الصحفة بدورها في تحليل هذه الأسباب لربما طلبت النظام الذي أنفق المليارات من الدولارات من أموال الجزائريين على قضية خاسرة وعدائية ومجانية بتقديم الحصيلة والحساب بينما يعاني المواطن الجزائري البسيط من أجل الحصول على الاحتياجات التموينية الأساسية مثل الحريب والسميد والقطاني علاوة على أزمة العطش الخطيرة التي تضيق عليه منافذ العيش لكن للأسف يواصل هذا الإعلام الموجه من المخابرات الجزائرية سياسة الدعاية على الطريقة السوفيتية البائدة ويحاول تسويق نظريات وطروحات تآمرية لا وجود لها إلا في أدمغة قادة ينتمون إلى جيل لم ينجز شيئا في تاريخه غير الهزيمة ثلو الهزيمة أدار بودكاست